الحكومة الموريتانية تدافع عن قرارها زيادة أسعار المحروقات وتتخذ جملة من الإجراءات للتصدي للتداعياته وزير المالية سلم محمد بادي خرج في مؤتمر صحفي ليؤكد أن مجلس الوسرا راجع ميزانية الدولة بعد التغير الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات والمواد الغذائية عبر العالم أكد الوزير أن أزمات أوكرانيا وكورونا وارتفاع مستويات التضخم عالميا ضغطت على الأرصدة الميزانوية ووضعت العالم كله بين مطرقتها وسندانها وأوجدت نفقات لم يكن مبوبا لها في ميزانية الدولة الموريتانية غير أن المحمد بادي أكد أن خزينة الدولة ما زالت تتحمل أكثر من ثلثي الفارق بين الأسعار الدولية وسعر البيع في الأسواق المحلية وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة أن الحكومة رصدت 138 مليار أوقية قديمة في الميزانية المعدلة لدعم الأسعار في مجال المحروقات واحدة جهود الحكومة لدفع المواطن إلى التكيف مع الواقع الجديد لم تقتصر على تعليله وتقديم السياق الذي قاد إليه بل تجلى في وجوه أخرى شركة النقل العمومي مثلا ذكرت المواطنين بخطوطها التي باتت تغطي أغلب أنحاء العاصمة وبسعرها المنخفض مقارنة بسعر سيارات الوجرة العادية الذي تضاعف مع زيادة سعر الوقود بمعدل 30% سلطة تنظيم النقل الطرقي بدورها عقدت اجتماعا مع اتحاديات النقل الحضرية على مستوى واكشوط أبلغت المشاركين فيه عدم قبول المضاربة في أسعار النقل وهو ما أبلغت مندوبياتها في الولايات به مشددة على أنها لن تقبل أن يكون المواطن العادي ضحية مضاربات لا مبررة لها خطوات على أهميتها بالنسبة للمواطنين وتعليلات بالرغم من وجاهتها استنادا إلى رأي اقتصاديين إلا أنها ما تزال غير كافية لإطفاء التذمر وإرجاعه إلى المستوى الذي كان عليه قبل جمعة رفع سعر المازوت والبنزين ترجمة نانسي قنقر